اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة دكتور المنع. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم مع بعض عن فرصة التطوع في هولندا. الفرصة دي كل اللي على حضرتك ان انت هتتطوع بشكل بسيط جدا. يعني تقدر انت تقول ان هي ايه هتكون حاجة كده انت بتنبسط منها. لان العمل التطوعي بشكل عام بيكون حاجة خيرية. انت بتحاول تقدمها لشخص تاني عشان خاطر هو يكون سعيد او مبسوط او مسلا يكون مرتاح شوية. ففي الفيديو ده هتكلم مع بعض عن فرصة التطوع في هولندا. طبعا الفرصة دي كل اللي عليك ان انت بتساعد في حاجات في المنزل في المطبخ الكلام ده كله مش بتكون حاجات صعبة بالعكس هتكون حاجات ممتعة. يمكن من وجهة نظر هي ممتعة بس من وجهة نظر حد تاني. مش ممتعة ولكن في الغالب طالما انت بتساعد حد تاني فاكيد هيكون الشعور متبادل بيني وبين حضرتك ان انت بتكون مبسوط بحاجة بتعملها. طبعا الحاجات دي كلها بتنفعك مستقبلا وخصوصا لما بتيجي تملك منحة. تلاقي كده بيسالك بيقول لك اسكول له العمالات الطبيعية اللي انت عملتها اسكول له التدريبات اللي انت اتحق بها اسكول له مسلا العمال اللي انت قمت بها. فدي حاجات هتنفعك انت في المستابل حتى لما كانتش منحة دراسية عشان تدريس او مجلسرة ودكتورة وغيره. ولكن حاجات دي بتنفعك في المستابل انك انت تملك لمنحة دراسية تكون عندك كل حاجة. سواء كانت مطلوبة اكباريا او مش مطلوبة اكباريا ولكن بيكون عندك كل حاجة. فخلينا نروح مع بعض اللابتوب بتاعنا نشوف مع بعض التفاصيل الخاصة بالفرصة دي. والمميزات ونعرف مع بعض طريقة التعديم. ولو الفيديو عاجل لك ما تسساش تعمل لايك والغيسة مش مشترك في القناة. تشترك فعل زر الجرس على اولى عشان وصل لك وشعر بكل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها على القناة بتاعتنا ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. اهلا بيكم مرة تانية وزي ما قلنا بنتكلم عن فرصة التطوع في اولندا ودي فرصة موجودة على الموقع الخاص بشباب الاوروبيين وقلنا ان الموقع ده عليه مليئين الفرص اللي من خلالها حضرتك تقدر ان انت تتطوع في اوروبا. تقدر تقدم لو انت طالبك او مجلسرة او دكتورة وحتى خريج. لازم السن يكون من تمنتشر سنة الى تلاتين سنة زيها زي اي فرصة موجود على موقع الشباب الاوروبيين. تطوع بتاعك بيكون اتنين وخمسين اسبوع بيبدأ في واحد يونيو وعشرين تحت وعشرين بينتهي واحد تلاتين مايو وعشرين اربعة وعشرين سنة كاملة بتقدر ان انت تكون متواجد فيها في هولندا. وطبعا بتقدر ان انت في الويك انت مسلا لو انت حابب ان انت تسافر اي دولة تانية من دول الاتحاد الاوروبي او دول الشنجن فانت بتقدر ان انت تسافر مفيش اي مشكلة اطلاقا. طيب بالنسبة ليه الدولة العربية المتاح لها التقديم. تبقى من الموقع الرسمي. وليه بقوله تبقى للموقع الرسمي? لان في ناس بتزعل ان الدولة بتاعتها مش موجودة. انا دوري ان انا اشرح لك الموجود على الموقع الرسمي. لو انا في ايدي ياريت كل الدول العربية من هي بس هي اللي تقدم على كورة ازاي دي. ولكن زي موجودة على الموقع الرسمي مصر الجزاري الاردن لبنان ليبيا المغرب فلسطين سوريا تونيس دي الدول العربية المسموحية انها تقدم على الفرصة دي. طيب لو انت في اي برنامج دراسي تخصص او خريج من اي برنامج او تخصص دراسي بتقدر تقدم بدون اي مشكلة. هما بيوفروا لك ايه? هما بيوفروا لك سكن مجاني. هما بيوفروا لك راتب شهري. وكمان بيوفروا لك دراجة بالتنقلات دي بتكون ببلاش. لو انت حابب ان انت معروفة بالعجل الكتير. فدي المميزات. طيب يا ماري هل بيوفروا لتذاكر السفر? للاسف لا. وده مش مكتوب على الموقع الرسمي. او لذلك ما كانش ينفع ان انا اقول لك في تكليف السفر هيغطوها وكلام ده كله. دي بس المميزات المتاحة. طيب بالنسبة للمستندات انت فقط تمرق قبل كاشا خاص بتطوع. وان كان تطلب منك مقال بتكتبها وصيرها زيتية بتكتبها على حسب. دي موقع تواصل الاجتماع الخاصة بنا. جروبنا على تلاجرام. قناتنا على تلاجرام. وجميع جروباتنا على الواتساب. ده الموقع الرسمي اللي فيه كل التفاصيل الخاصة بالبورصة. من على الموقع هنا بتلاقي فيه هنا حضرتك بتلاقي هنا 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 الوصف الخاص بالتطوع. بعد كده السكن الفود الطعام والتناخلات موجودين كل حاجة عنهم هنا. بعد كده التدريبات اللي هما هيضوها لك بحيث ان انت تكون عارف انت هتعمل ايه. بعد كده الشخص المفروض يقدم يكون عنده هنا ما فيش يعني انت لازم تقدب فارح. تشوف فيها فرصة زي دي. Joey هיו بتقدم عليها. وهنا بتلاقي جميع الدول المشاركة بتلاقي هنا موجود عند حضرتك الجزائر. بتلاقي موجود في مصر. بعد كده هنا بتلاقي موجود باقي الدول العربية زي قرناها. يعني مسلا بتلاقي هنا في ليبيا. بتلاقي في هنا المغرب. بتلاقي هنا بعد كده موجود باقي الدولة العربية. عايز اواري لك برضو ان هنا موجود ادي تونس موجودة. هنا سوريا موجودة من ضمن الدولة العربية. نمائية الدولة العربية لذكرنا على الموقع الخاص بدكتور المنح. دي تلاحية حضرتك موجودة هنا اتنين وخمسين اسبوع من واحد يونيو عشرين تاتة عشرين واحد تلاتين مايو عشرين اربعة عشرين. طلقت على ابلاي لما انت ما عندكش حساب على موقع مظام شباب اوروبيين. بتعمل حساب وبعد كده بتقدر انت تسجل سواء كانت على فرصة زي دي او على اي فرصة تانية حضرتك حابب تسجل عليها على الموقع ده. اعمل حساب في كل الفيديو بعمله فرصة طوعة بيكون على موقع مظام شباب الاوروبيين. بقول لك على نفس الموضوع وكل الفيديوات اللي عملها لك الجاية من على نفس الموقع هقول لك اعمل حساب عشان خاطر الحساب ده هيفرم معي. دي كان كل حاجة عن فرصة طوع في هولندا تم نشرح القناة دي بسيط لو لست عندك سواء راسك سواء. ما ذكرتش في فيديو بتاعنا. تفضل انسي في الكومنتات احاورد عليكم جميع من قدر اي مكان. في الاسم ان الانت الفيديو من ستشترك والاقصة مش مشاركة في القناة هنا تشترك. واشوفكم في الفيديو الجديد على خير. سلام.